بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بصحة والسلام يا رب اليوم إن شاء الله سنحضروا مع بعض تشكيلة من البريوش من عجين واحد عجين يجي رائع بريوش خفيف في ريشة ب660 جرام سنحضروا أزيد من 40 حبة البريوش يجي رائع جدا بالجميع المقاييس توضفوه للمائدة العيد أو ليلة هكما عروضين تديوه معكم فيديكم بتسقلوا به ديافكم بتحمرت لوجه بريوش خفيف كيف قلت ريشة كيجي رائع وما داق ولا أرواح وسهل في التحضير دياله وغير مكلف كيف قلت غير ب660 جرام ديال دقيق كنحضروه هاد الخير كامل هاد بريوش يعني شتوكي فاش كيجي خفيف رائع جدا وهادو بالقراش للبلديين بس رارع تشكيلة عن جدتها جي رائعة وهموية وديال تحمرت لوجه لهاد البريوش غادي نحتاج ليه عندي هنا 350 ميلي لتخ ديال الحليب كأس ناقص أسبوع ديال السكر اللي كسبق الحلاوات كمل الكاس بيضة عندي قشرة ديال بورتقالة معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز لسات المعاطة الكبار عامرين ديال الزبدة عندي 660 جرام ديال الدقيق صشية ديال الخميرة للحلويات ونكهة الزهر اللي زيادة التنسيم في العجانة وضعت فيها داك الحليب اضفت لها معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز ايضا دك الكأس كيف قلت ناقص أسبوع ديال السكر القشرة ديال بورتقال واللي كيبغي الحامض ممكن يوضف الحامض ايضا كيجي به البريوش زوين حبة ديال البيض غادي نخلط هاد المكونات جيدا يعني حتى كاين دام جولية اضفت لهم صشية ديال نكهة الزهر للتنسيم اللي بغادي الفانيلا عادي جدا عندي ايضا صشي ديال خميرة الحلويات والمقادر ان شاء الله تلقاهم ضبوطين في صندوق الوصف كما العادة يعني انا هاد البريوش كان اعتامده من مدة ما عم روحش مني بريوش كيف قلت كيجي خفيف وهائل جدا بالجميع المقاييس بعد ما ادمجت السوائل وهذا غدا نبضيح دقيق شوية بشوية يعني العجانة كتخدم انتم ما كتضيفوا دقيق ممكن تضيفوا نصف الكمية دفعة واحدة او كتبدأوا تضيفوا دقيق شوية بشوية غير كنحس بها غا تبدأ تجمع كنضيف لها ايضا دوك ثلاثة مع كبار ديال الزبدة انا اعتامدت زبدة ديال العلب ممكن ديلوا زبدة حيوانية اللي حبت خاطركم مال احسن ديلوا زبدة ديال العلب او لا حيوانية اذا توفرت يعني وتفادوا المارغارين سوفي من بعد ما اضفت الكمية ديال الزبدة غدا نضيف المتبقى ديال الدقيق البريوش كيف كتعرفوه خصو يكون يعني كيتدلك مش بالدرورة لكل عجان نرى ممكن تخدموه يعني غير بالمعلقاها كيتخدم زيان او لا غير بيديكم المهم انه خصو يتخدم واحد شوية وعجين كيكون يلتسق باليد شو شو القوام ديالو اذا مثلا ما اذا اقصح لكم العجين عادي جدا نزيد شوية ديال ما واحد شو شو معالق ديال ما ولا ديال الحليب ونرخف العجينة ديالي في حالة ما واذا كانت مرخوفة غد زيدوا الدقيق بعد ما تعجنات لي العجينة والجمعات دهنتها بشوية ديال الزيت وغد نغلفها بالفيلم ونخليها ترتاح كل ما اختمرت يعني وطلعت مزيان كل ما البريوش كي يجي ناجح هذه يعني قاعدة معروفة الاختمار الاول يعني كي يساعد في نجاح الوصفة غدين نوضفو فيهم كريمة ديال الليمون او ديال الحامض عندي كاس ديال الحليب 160 ميليليلتر وعندي ربع كاس اللي هي عاصر ديال الحامضة وعندي صفار بيضة ضفت كل شي في الكاسخول وضفت لهم واحد ربعات المعالق ديال السكر لان الحامض كيف كتعرفو وهنا عندي الكريم باتيسياغ من اسما ايضا بالحامض اذا عندكم العادية زيدوا نكهات الحامض زيدوا شي حاجة للتنسيم او لفانيلا وهدي الكريم باتيسياغ بنسمى ايضا بالحامض ضفت منها وحتى ثلاثة المعالق يكونوا ثلاثة المعالق ممسوحين او لجوج معالق يكونوا مقبين سوفي غدين خلط الكل يعني حتى نحيدو كتولات وغدينوضع على النار مع التحريك المستمر حتى كيحقد لي الكريمة هاد الكريمة ديال الحامض اي كتجي هائلة في البريوش يعني كتجي غزالة في المخبوزات سوفي غير كتتجمع بهالطريقة شو كيفاشرها جات قابطة غدا نضيف لها معالقة صغيرة ديال السبتة نخليها تستفاء نغلفها بالفيلم ونخليها في سطح العمل حتى كتبرد تماما العجين ديال البريوش ها هو دا غتامر يعني المدة مهم خليه حتى كي يضعف الحجم ديال وتكيولي بهات الشكل كنفرغه منه الهواء وضعته في سطح العمل وغادي نقسمه على أربع حساس باش نخرج منه دك أربع شكيلات كنكورهم بهات الشكل وغادي ناخد كرة من هاد العجين اللي غادي نسمها بالزارع باش نعطيها يعني الميزة ديال القراش البلديين هي غادي نخدمها أول وحدة لأننا غنعود نخدمها باش نخليها ترزح هنا عندي حبة حلاوة والنافع مطحوني ندر سرشيشة رشيشة من كل نوع إذا عندكم يعني حبوب ممكن تضيفهم حبوب عادي جدا ومعالقة كبيرة ديال الزنجلان سوف وغادي نحاول ما أمكن ندخل هاد المكونات في هاد العجين يعني كانت لك غير لك خفيفة باش ما نخسروش لخميرة ديالها غير هاكا كنحاول كنمزج هاد نجانس هاد المكونات وغادي نجمعها ونخليها تختامر اللي دا أنا بديت بهذه هي أول وحدة والكورة الثانية من العجين غادي نقسمها بهذا الشكل أيضا غادي نعطيها كوريات صغار غادي نحاولوا تديروا في كل كورة خمستاش لجرام يعني أنا وزنتها الأخوات اللي كيبغيوا يعني بالجرام خمستاش لجرام في كل كورة وغادي نوضف لها هاد المونات اللي دهنتهم بالسبدة ورشيتهم بالتقيق كانوا اضع أربع حبات في كل مول بهذا الشكل يكونوا يعني متقاربين باش كنعطيهم الشكل ديال الشهدة أو لميني شهدة يعني هذيك الكمية ديال العجين عطتني ستة ديال ستة ديال القطع من بعد ما شكلتهم ممكن هذوك الكوريات اللي بغت يعني نديرهم محشين بالشوكولاتة أو بالمربى ممكن أنا خليتهم عاديين وخديت هنا شكلات وضعتها هكا في الوسط من باب التزيين وفي الجوانب وغادي نخليهم يختامروا الاختبار الثاني يعني الأول حاجة شكلتها كان وضحها جانبا وكان مقام السمر راح تكمل تشكيل ديالهم بالكامل وفي الفرن أيضا بديت بأول حاجة شكلت دخلتها للفرن الكورة التالتة من العجين أيضا غادي نشكل منها كوريات نقطعها ونشكل منها كوريات وغنديروه بريوش عادي فقط غادي نعطيه تزيين باش نخالفوا الشكل شكلتو كورات بهذا الشكل غادي ندعهم فلاطة يعني اللي وضع فيها ورقة طهي ونبرك عليهم واحد شوية فقط يعني غير واحد شوية كنضغط عليهم ونخليهم يختامروا المدة الاختمار الثانية راها ما كالطولش يعني غير واحد المدة وجيزة غير الوقت اللي كنكون كنشكل فيه البريوش ديالي بالكامل يعني نحاول كندهني دي بالزيت ونحاول يعني نبسطهم غير واحد شوية وغادي ناخد الكورة الاخيرة ايضا بنفس الطريقة غادي نقسمها على حساس على كورات صغار وهدي غادي نشكل منها حريب لا ترقاق باش غادي ندعو دك الشكل ديال الوريطة يعني كنحاول دك الكورات هاكا كنديرهم حرابل بهالطريقة والطريقة تشكل ديالهم راها سهلة كنحاول نرققهم بهالشكل وكندفرهم بهالطريقة كما هو موضح سوف نجمعها على شكل وريده بهالشكل هنعود معكم واحدة اخرى عن قرب يعني الشكل راها سهل سوف نكمل الدفيرة كنجمعها بهالشكل باش نعطاها شكل ديال الوريطة وغادي ندعها ايضا في اللاطة ديال الفرن والحسة الاخيرة هي هادي شفتو كيفاش راها ارتاحت لعاجين واختامرت غادي نشكل منها سواء بغيتوا تديرهم قريشلات عاديين ضايرين او لكي درتهم هدابة ميني باكيت يعني لكم الاختيار يعني نشكلهم كورات بهالشكل وكنجمعهم على شكل ميني باكيت بعد ما كملت شكيل بريوش دالي بالكامل يعني المدة كافية تقريبا 21 دقيقة يعني كافية انهم كيختامروا الاختيار الثاني اختيت ذاك بايات بايضا اللي شاطلي من الكريمة اللي احنا حضرنا السفار حضرنا به الكريمة والبيات ضفتي واحد شوية ديال الحليب معلقة ديال الحليب وايضا واحد القليل من القهوة سريعة الدوابان وغادي ندهن البريوش دالي بهالشكل الفرن يكون ساخن على درج حرارة 180 درجة النار من الاسفل ومن الاعلى وكان بدان ندخل اللاطات يعني متابعين هدو ايضا غادي ندهنهم بهالشكل وغادي نزيينهم زي لهم الوجه ديالهم برقائق اللوز وبالنسبة لهذا الشكل ديال الوريطة بعد ما دهنتهم غادي نزيينهم رشيتهم يعني بالزنجلان او للسمسم الابيض ممكن ديلوا الكونكاسي ديال اللوز عادي جدا وممكن ديلوا الزنجلان عادي جدا وهادو كيفشولي على شكل وريضة زي لناهم بزنجلان البيض وغادي ندخلهم الفرن يعني كان خرجوا بلاطة بلاطة وكان مقابلينهم حتى كيتحمروا حتى كيتسبوا لنا ذاك اللون المحمر بالنسبة لهذا الميني باقات هادو اللي على شكل القراش البلطيين ايضا بنفس الطريقة كان دهنهم بدك المزيج ديال البيض وغادي نرشهم بالزنجلان سجلان سجلان عادي وهدا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجشهم الفرن الشكل ديال الميني شهتاك يجيبوا رائعين خفاف ريشة رائعين لف الشكل ولف المدق ديالهم وكيف قلت طريقة الطهي فرن ساخن كنسخنوا الفران ونهبط الحرارة 180 درجان نار من الاسفل ومن الاعلى ونبقى واقف احد الفران يعني حتى كيكتسبوا لنا هاد اللون محمر اللطة الثانية هادا هو الشكل دياله ايضا بعد ما خرجشهم الفرن هادو اللي برقائق اللوز يعني من باب التزيين غدا نضيف لهم رشة ديال السكر ساقيل هكدا من الفوق ممكن هادو ايضا تقسموهم في النصف وديرو لهم الكريمة كيجوا ايضا هائلين هادا هو الشكل ديالهم والقريش لاس ايضا كيجوا روها هادو اللي على شكل وردة هما اللي قسمت في النصف يعني كتاخدوا دك سكين من شار باش كيساعدكم انكم كتقسموهم قسمتهم في النصف وهادو هما اللي غادينا اعتمد لهم ديك الكريمة ديال الحامض وضعت الكريمة في بوش بهات الشكل وكان بتنشكل منها وريدات بهات الطريقة ونوضع لها الوجه ديال البريوش وهذا هو الشكل ديالها كيجي بريوش من السم وغزان وهذا هو الشكل ديال البريوش ايضا من باب التزيين غدا نضيف لي واحد درشة بسيطة ديال السكر ساقيل وهدي هي تشكيلة ديالنا وهذا هو البلاتو ديالنا كيف قلت كيعطيك كتر من 40 حبة ديال البريوش هائل بالجميع المقاييس لا في الشكل ولا في المذاقات كيجي غزان بريوش ديال تحمرت لوجه اللي تقدمونها العيد او لا تديوها كفيديكم الى معروضين وبهكدا حلقتنا دياليوم غادي تكون سلاة شكرا للمتابعة وانتظرين في الحلقات المقبلة بإذن الله